نظمت جامعة طنطة قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية وذلك لفحص لعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان وأوضح رئيس جامعة طنطة دكتور محمود ذكي أن القوافلة الطبية تجوب قرى مراكز المحافظة موضحا أن قافلة اليوم تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لخمسمائة وثلاث عشرة حالة من أهالي القرية